كتير جداً بندور على سناك يكون صحي وسريع وبسهرات قليلة عشان كده قررت ان انا عمل لكم سناك مش هياخد منكم اكتر من خمس دقائق كل اللي هتعملون ان انت هتجيبوا تفاحتين متوسطين للحكم وفي نفس الوقت هتجيبوا معلقتين من بزور الكتان ومعلقتين من حبة البركة بالاضافة لجبنة قريش او جبنة بلبن طبيع هنجيب التفاح ونقطع لهيئة حلقات ونحاول ان احنا نخلي السمك بتاعه وليكن واحد سنتي الوصفة دي من الوصفات السريعة اللي انا بلجأ لها لما بقى جعانة وفي نفس الوقت عايزة حاجة تكون بتتعامل بسرعة طبعاً لو لاحزنا احنا دماجنا ما بين البروتين وما بين الالياف الموجودة في التفاح بالاضافة ان احنا زودنا مجموعة من البزور سواء بزور الشياء او بزور الكتان علشان نزود اللي هو الدهون الصحي بعد كده هنبدأ ان احنا ندهن كل الاطراف بتاعة التفاح بتاعنا بالجبنة اللي انت حباهها سواء جبنا القريش او جبنها تكون بلبن طبيعي بعد كده هتبدأ ان انت تروش عليها الحاجة اللي انت حباهها سواء بزور الشياء او بزور الكتان وبكده نكون عملنا احلى سناك مشبع وصحي وفي نفس الوقت بتكون سعرات قولي يعني تعتبر الشريحة الواحدة مش بتتعدى الاربعين سعر جربوها وقولولي عجبتكم ولا لأ واكتبولي في الكومنت ايه اكتر سناك بتحبوا تكلوه في الدايت